فاتف أو لجنة المراقبة المالية الحكومية الدولية هي المؤسسة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطالب وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية الحكومية في أوكرانيا بإدراج روسيا على القائمة السوداء في الاجتماع القادم للمنظمة والذي سيعقد خلال الشهر الحالي في العاصمة الفرنسية باريس وعلى الرغم من تعليق المنظمة عضوية روسيا بشكل دائم في فبراير الماضي وتشمل القائمة اليوم كورة الشمالية وإيران وميانمار حيث تتعاون روسيا بنشاط مع جميع هذه الدول وخاصة أن موسكو تستخدم الصواريخ الباليستية وذخائر الكورية الشمالية في استهدافها لأوكرانيا فضلا عن المسيارات الإيرانية للصنع كما قامت روسيا أيضا بدمج الأنظمة المصرفية مع إيران وتساعدها على تجاوز النظام سوفت وفي نهاية فبراير الحالي من المتوقع أيضا أن تنضم دولة ميانمار إلى نظام الدفع الروسي مير التعاون المكثف بين روسيا وإيران وكوريا الشمالية سمح للأخيرة بدخول النظام المالي العالمي من خلال الباب الخلفي الفشل في التحرك سيؤدي إلى خطر أكبر على الاقتصاد العالمي وسيبطل إنجازات مجموع العمل المالي وأعضاؤها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل إن إدراج دولة ما في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي له تأثير كبير على استدامتها الاقتصادية والمالية ببساطة فيتجنب العالم المتحضر التعامل مع مثل هذه الدول ووفقا لخبراء فإن هذا الوضع سوف يعقد بشكل كبير العمليات المصرفية الأجنبية للشركات الروسية حيث إن جميع المعاملات ستخضع لرقابة صارمة للغاية الأمر الذي سيجبر الكريملين على البحث عن حلول جديدة من الواضح تماما أن إدراج روسيا في القائمة السوداء يخلق مشكلات كبيرة لجميع البنوك والشركات الروسية وغيرها لأنه سيصبح من الصعب تنفيذ هذه الحسابات بالنسبة للكثيرين ومن الأسهل عدم القيام بذلك لأن التعامل معها سيتطلب المراقبة في كل عملية ويشار إلى أن روسيا تم استبعادها بالفعل من عدد من المنظمة الدولية مثل منظمة تنظيم الشحن في منطقة الدانوب وذلك بسبب قصف الموانئ الأوكرانية الواقعة على النهر الدانوب كما استبعدت الأمم المتحدة روسيا من مجلس المنظمة البحرية الدولية وسابقا تم تعليق عدوية روسيا كعضو دائم في مجلس حوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إضافة إلى أن روسيا أصبحت أول دولة تجرد من مقعدها في اليونسكو لأول مرة في التاريخ ومع ذلك فإن روسيا بنفسها تنسحب أيضا من بعض المنظمات مثل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويفسر الخبراء ذلك على أنه محاولة من جانب الكريملين للتعبير عن عدم الردد لقد تحدثت النظام الدولي برمته في يلطا ما بعد السد الذي تأسس نتيجة الحرب العالمية الثانية لذلك فهي من ناحية تخرق النظام الدولي ونرى بأنها تحاول فرض حكم القوة بدلا من قوات القانون ومن ناحية أخرى فهي تحاول خلق منظمات بديلة مثل أمريكا وعلى غرار لبريكس وهي المنظمة التي فقدت نفوذها أيضا واستولت الصين عليها ولكنها مع ذلك خلقت تنظيمات بديلة والفكرة هي تدمير منظمة وأخذ مكان أفضل في منظمة جديدة وانضمت خمس دول إلى الكتلة الاقتصادية لمجموعة لبريكس خلال عام الجاري وهي مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا وعلى الرغم من ذلك فإن التفاعل الاقتصادية الحقيقية في هذه المجموعة وفعاليته منخفضان حاليا حسب الخبراء وحتى لو أظهر أعضاء لبريكس عكس ذلك عندما تم إنشاء المجموعة فمنذ ما يقارب من عشرين عاما معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة إلا أنها انخفضت حاليا بشكل كبير إعداد أندريد مترينكو لخناة يوتي في عربية ترجمة نانسي قنقر